لما بشوف القمضي بتدايق بصرحة يعني طبعا يعني سيطرة وهيمنى لدول أفريقية على معظم المحترفين في الدوريات الكبرى يعني شفنا السنغال كودفوار نيجيريا المغرب الجزائر كلها عندها لعبين محترفيش لعب مصري واحد بس بيلعب في دوري زي الدوري الإيطالي ودي علامة استفهام كبيرة جدا على الرغم يعني فوائدها وانعكستها على الكرة في مصر وعلى الاقتصاد في مصر فكرة في دول كتيرة جدا بتعتمد في شرائين اقتصادها على فكرة تصدير اللاعبين وتصدير المديرين الفنيين وما أكثرها يعني لكن على كل أحوال خلينا نروح لموضوعنا أو نرجع لموضوعنا الأساسي قبل ما أدخل في تفاصيل أخبار عايز أقول لكم حاجة الكلام ده الجمهور نادي الأهلي أنا عارف أنكم مشغولين يعني بيهموكم بشكل كبير أنكم تتابعوا كل التفاصيل المرتبطة بفكرة التعاقدات والصفقات وإحنا يعني متفقين أنه إحنا هنا على شاشة الأهلي لنا سياسة واضحة وصريحة وإحنا ما نتكلمش عرغم أنه على فكرة المعلومات ممكن تبقى عندنا والتفاصيل ممكن تبقى عندنا بشكل كبير لكن هننتكلمش على الصفقة إلا لما بتم بشكل نهايي المبدأ من حيث المبدأ يعني عشان نكون متفقين الأهلي بيحضر لصفقات وعينه على كاس العالم عشرين خمسة وعشرين وعينه على بناء فرقة قادرة أنها تقدم الكرة المصرية والأفريقية بشكل محترم جدا وبالتالي كل الصفقات اللي هتم في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هتكون على مستوى طموحات الجماهير دي نمرة واحد نمرة اتنين فكرة أنه الناس تتكلم في أسماء مطروحة سواء لعبين مصريين هنا أو لعبين مصريين محترفين في الخارج أو لعبين حتى أجانب الكلام ده ما بيخدمش الأهلي بأي شكل من الأشكال بل بالعكس بيرفع من نسب خسارة الصفقة إن كانت يعني قريبة من التنفيذ وبالتالي يهمني جدا أكلم معك في ده خلينا نخلص الموسم وبعد الموسم بيبقى فيه كلام كتير جدا في موضوع الصفقة